ملك وكتابة في الفعل أيام يتحدى فيها الأهل نفسه تقريبا منفرد كل أرقام تميزه منفرد بكل أسباب تفوقه ولا ينافس إلا نفسه عشان كده حلقة فيها أربع موضعات مهمة في هذا التوقيت لعلها تكون جامعة للكثير من الأحداث والأحاديث في هذه الأيام تسلم يمو شكرا يا كابتانو والآن موسم تحطيم الأرقام الخياسية وحديث الساعة القمة حكاية وغنوة وجون وأخيرا ودائما قصة حقوق تحميها المبادئ وفي الختام زين النوادي بشموندس حدثين لنجمين تقال من بارح مصر عاشت أسعد لحظاتها الرياضية والكروية وربما للشعبية كلها وهي تتابع فوز محمد صلاح ابنها البار يفوز بجيزة لاعب العام في الدورة الإنجليزية واليوم النادي الأهلي يودع ابنه البار البار جدا اللي بيعلن اعتزاله الكابتانو حسام غالي بين توهج صلاح واعتزال غالي بص يا سيد إبراهيم الحقيقة أحيانا الأمور تبقى واضحة أنت متفوق على كل أقرانك أنت مرشح أنك تكون الأول على ثانوية العامة طالع مقفل كل الأسئلة مقفلة بمعنى أنك أنت متاخر في المارك ولكن تظل العصاب مشدودة حتى تعلن نتيج يعني أنا قاعد وأنا عارف الخبر عارف أنه صلاح تتكلمني قبلها بثواني أمور تلك خلاص هيعلن ولكن بتظل تتوجس ألا ممكن يخرجوا عن الموضوعية ما هو أنت في الآخر كل اللي استفتقات كانت بتقول أن محمد صلاح بايفار بعيد حاجة وسبعين واللي بعدين خمستاشر ولكن المرة دي مش اللي استفتقات ده لاعبي دور المحترفين هم اللي بيختاروا الأفضل بينهم هم فيها نفسنا وفيها عنصرية وفيها مش عارف إيه كل حاجة فعندما تجبر الجميع على اختيارك متجاوزا كل الأسباب والتلاكيك بما فيها أنك أنت راجل عربي أنت راجل بتسجد أنت راجل مش عارف إيه من خلفية إيه تجبر الجميع لأحترامك هذه قوة شخصية قوة أداء قوة طموح من بطيب لذلك أنا في دهشة معلش حد صاحبي حيزعل لما يتقال ده إنجاز محمد صلاح البلد ما الهلاء البلد بلد أنبتت محمد صلاح إذا قيمه إذا قيمه إذا قيمه شخصيته وفت في ظهره بكل شعبها تتمنى وتدعيله صحيح ما فيش حد بينفصل عن جذوره إلا لابن العاق محمد صلاح ابن بر فمبروك لمحمد صلاح مبروك لمصر كريسيانو رونالدو ما حدش يطلع أقول بورتغال اداته إيه ولا هو في الآخر الوطن بيدي بناءه كل حاجة يا حبيبي هو في الآخر إنجاز فرد أنت بفصل في جهازة نوبل دي باسمك لكن لا يمكن ألا تدين للتعليم الابتدائي المجاني التكوين الكامل أنت تعلمت الإراءة وكتابه في مصر خلال إليها دور في جهازة نوبل بس تعلمت الكرة في مصر قيمك أخلاقك مورساتك احتضان الدولة ليك الأوسمة اللي خدتها الدعم المعناوي التقدير من أعلى مستويات الدولة بتوهجك وإيمانهم بأنك أنت في الآخر هتشرف هذا البلد أنا عايز أقول لك على حاجة إضافة للي أنت بتقوله ومحمد صلاح نجم الاستفتاءات الجماهيرية ما من استفتاء يدخل معاه حتى لو ميسي ورونالدو لو فيه تصويت بيتجاوزهم يتجاوزهم وحتى التفسيات إن دي قوة التصويت المصرية الكبيرة حماز الشباب المصري وراءه طبعا أمل شعب طبعا شعب حتى كل أحلامه في هذه الشخصية طب ما هو النهاردة أبو تريكا ما كانش فيه ما سافرش وما احترفش برد لكن خد من الألقاب العربية والإقليمية والدولية آه سعي المركز الثاني نتيجة قصور في المسابعة مش فيه هو أي لكن لم يخرج برد مصر لكنه ميدن إيجيبت ميدن إيجيبت وهو صراح ميدن إيجيبت آه طبعا ميدن إيجيبت بكل خطوة خدها انتقاله إلى بازل ميدن إيجيبت من بازل إلى تشلسي ميدن إيجيبت طبعا وبعد كده تولى نفسه ها في المراحل التالية لأنه كان خلاص استقر على خطوطه وملامع شخصيته وقد ترجمة نانسي قنقر